أذكار الصباح لها فضل كبير وثواب عند الله عز وجل لما جاء فيها الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول مثل الذي يثق الربه والذي لا يثق الربه مثل الحي والميت فحياة القلوب أو موتها وعمران البيوت أو خرابها مرتبط بذكر الله أو الغفلة عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قال ابن كثير في هذا الشأن ألبسوا معطف الأثقار للوقاية من شرور الجن والإنس أيضا كما قال الله تعالى في كتابه العزيز فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يتأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من زى الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر الزنوب وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم اصطر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه وردى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكثر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار نحن بصدد الاحتفال باليوم المولد النبوي الشريف فأتى عيد المولد النبوي فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم ويا حدائق أزهري بالورد واليسمين والريحان ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار فهذا مولد الهادي يا طيور الفرح غردي بهجة بمولد الهادي الأمين ويا عيون القلب تهيئي للسرور فها هو مولد الهادي جاء لينصر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد في مولد الهادي محمد عليه السلام يصبح للأشياء بهجة كبيرة فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدان بهديه إلى الإسلام في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن وفرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء إنك على كل شيء قدير انشروا البسمة إنه المولد النبوي الشريف يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات اللهم إنا نسأغلك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكون لنا عونا ومعينا وأن تبني لنا في الجنة قصورا اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تزبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم يا الله اللهم تقبل توبتنا وأخسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الوراء على الثرى وخير من أظلت هامته السماء اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آمين يا رب العالمين هو نبي الله الذي صلى عليه وسلمه تسليما كثيرا لذلك هو اليوم الأكثر استجابة للدعاء بإذن الله اللهم صلي وسلم عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكرى يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع يا من هيئك تفوقك لتكون فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع يا من أعطيت القدوة وضربت المثل وعبدت الطريق يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك يا سيدي يا رسول الله أشهد أن الذين بهرتهم عظمته معذورون وأن الذين افتدوا بأرواحهم لهم هم الرابحون أي إيمان وأي عزم وأي مضاء وأي صدق وأي طهر وأي نقاء وأي طواضع وأي حب وأي وفاء يوم كنت طفلا يا سيدي يا رسول الله عزفت عن لهو الأطفال وعن ملاعبهم وعن أسمائهم وكنت تقول لا ترى بك إذا دعوك إلى الله أنا لم أخلق لهذا ويوم جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ فقد انقضى عهد النوم قد قلت لزوجتك وقد دعتك إلى أغذى قسط من الراحة انقضى عهد النوم يا خديجة ويوم فتحت مكة التي آذتك وأخرجتك وكادت لك واستمرت على قتلك ولقد ملئت راياتك الأفك ظافرة عزيزة قلت لخصومك بالأمس اذهبوا فأنتم التلقاء اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين